اهلا بكم ومشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين مدير عمليات الانروا يحذر من تفاقم الازمة الانسانية في قطاع غزة ويدعو الى العمل الجاد للحد من المخاطر هفانت تستضيف قمة الاتحاد الامريكي للفنادق والاستثمار السياحي ووفود واشنطن ابرز الحاضرين وفي النشرة ايضا تجدد الاضطرابات والاحتجاجات في اليونان بالتزامن مع تصويت البرلمان على حزمة اضافية من الاختطاعات المالية اهلا بكم اكد مدير عمليات وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا بوشاك ان قطاع غزة يعاني ازمات جراء تقليس الرواتب علاوة على ازمتي الماء والكهرباء المتفاقمتين مطالبا بحلول سياسية عجلة لتفادي مخاطر تفاقم الازمات الانسانية ورأى بوشاك ان القطاع بحاجة الى نيات سياسية جادة للحل لتفادي مخاطر الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة ولضمان تسريع اعادة اعماره وحل ازمات نقص الخدمات الاساسية الوضع في القطاع شهد اخيرا تدهورا دراماتيكيا في تفاقم الازمات الانسانية لسكانه غزة تسبح في الظلام منذ عدة اسابيع الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة وتأخر اعادة الاعمار ونقص الخدمات الانسانية هذا الوضع الصعب يؤدي الى نعدام الامل وتدعيات هذا الوضع دراماتيكية وخطيرة ما يتطلب وضع ذلك في الحسبان باتت التسوية المنتظرة بين البنك العربي وامريكيين يتهمونه بتسييل اجراء تعاملات مالية لاشخاص مرتبطين بحركة حماس مهددة بالانهيار بعدما قال قضاة امريكيون انهم قد لا يكونون مختصين بالنظر في استئناف قدمه المصرف ويستأنف هو البنك العربي حكما اصدرته هيئة محلفين في محكمة الاتحادية في بروكلان في ايلول سبتمبر من عام 2014 بمسؤوليته قانونيا عن تسهيل نحو 24 هجوما مرتبطا بحماس رفعت الحكومة السورية السعر الذي تشتري بها القمحة من المزارعين الى 140 ليرة سورية ما يعادل 27 سنة للكيلو جرام الواحد مع بدء موسم الشراء لتعويض ارتفاع تكلفة الانتاج وكانت الحكومة السورية قد اشترت 400 الف طن من محصول العام الماضي ب125 ليرة سورية للكيلو جرام وادى استمرار الازمة في المناطق الرئيسية المنتجة للحبوب في شمال شرق البلاد وقلت الامطار الى تخليص محصول العام الماضي الى النصف الى مليون و300 الف طن وفقا لتقديرات الامم المتحدة وهو الاقل في 27 عاما توقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان توفر حقول الغاز المكتشف حديثا 3 مليارات و600 مليون دولار سنويا مع بدء الانتاج وتشمل حقول الغاز التي قصدها السيسي حقولا في غرب وشرق الدلتا والمرحلة الثانية من حقل الظهر ويبلغ اجمالي انتاجها حاليا 4 مليارات و450 مليون قدم مكعب كل يوم وتأمل مصر رفع هذا الانتاج الى 5 مليارات و900 مليون قدم مكعب حتى عام 2019 انتقلت الاحتجاجات الشعبية في تونس من المناطق المحيطة بالمواقع النفطية بعدما انقسمت اراء الشباب التونسي العاطلين من العمل والمعتصمين في جنوب البلاد بين مؤيدا ورافضا لمقترحات حكومية تسعى الى انهاء تحركهم وقبلت فئة من المعتصمين بمقترح وزير التكوين والتشغيل عماد الحمامي بتوفير 3000 فرصة عمل فورية و500 فرصة عمل اخرى العام المقبل لكن جزء اخر من المعتصمين رفض المقترحة وتحول الى منطقة الفانة حيث تعمل محطات ضخ النفط تستضيف العاصمة الكوبية هافانا الاجتماع السنوي لاتحاد امريكا اللاتينية للفنادق والاستثمار السياحي بحضور عدد من كبار مالكي الفنادق في الولايات المتحدة ايمن فاضل دونالد ترامب لن يغلق باب كوبا على نظرائه في الصناعة هذا ما اعلنه العديد من مالكي السلاسل الفندقية الامريكية من هافانا وذلك خلال الاجتماع السنوي لاتحاد امريكا اللاتينية للفنادق والاستثمار السياحي مشكلة الشركات الامريكية المستعدة للاستثمار في كوبا انها تحتاج الى ضمانات من حكومتها اولا في المقابل الحكومة الكوبية ترحب بالاستثمارات من كل انحاء العالم ومن ضمنها الشركات الامريكية شهية شركات الضيافة الامريكية للاستثمار في كوبا برزت بوضوح خلال المؤتمر رئيس اتحاد امريكا اللاتينية للفنادق والاستثمار السياحي ارتورو جارسيا اكد انه ليس من قبيل الصدفة حضور مديري اضخم المجموعات الفندقية في العالم كهيلتون وماريوت وحياة وغيرها مشيرا الى ان الجزيرة الكاريبية تمتلك مؤهلات سياحية استثنائية والعلامات التجارية الامريكية تتحرق شوقا للاستثمار فيها نحن نعمل في مجال الضيافة وعلينا ان نكون حيث يرغب السياح نؤمن بان زبائننا يرغبون في زيارة كوبا لذلك نحن هنا وارتفع حجم سفري من الولايات المتحدة الى كوبا 18% وذلك بعد تخفيف ادارة اوباما القيود المفروضة على السفر منذ عامين السوق الامريكي تنفتح على كوبا لذلك ترى ماريوت وهيلتون وواندهام تسعى للاستثمار هنا كل شيء جاهز بانتظار الموافقة القانونية من الحكومة الامريكية وتعد كوبا وجهة سياحية جاذبة عالميا بسبب طبيعتها الفريدة وبيئتها النظيفة اضافة الى التقدم الطبي الكبير الذي نشط السياحة العلاجية ونمط الحياة المميز فيها الذي لم يتأثر بالعولمة بسبب الحصار الامريكي عليها ارتفع اليان الى اعلى مستوياته في اسبوعين الى 112 ينا للدولار فيما بلغ الفرانكو سويسريو اعلى سعر له في 7 اسابيع امام الدولار الامريكي واسطى فضيحة سياسية متفقمة يشهدها البيت الابيض الفضيحة تتعلق بطلب الرئيس الامريكي من رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي FVI المقال جيمس كومي انهاء تحقيق المكتب في وجود علاقات بين مستشار الامن القومي السابق للبيت الابيض مايكل فلن وروسيا ارتفع انتاج المصانع الامريكية في شهر نيسان ابريل المنصر باسرع يواتيرات في ثلاث سنوات بدعم من زيادة انتاج السيارات وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي وهو البنك المركزي الامريكي ان انتاج قطاع الصناعات التحولية ارتفع واحدا في المائة الشهر الماضي مسجلا اكبر زيادة منذ شهر شباط فبراير من عام 2014 وقاد انتاج السيارات ومكوناتها نمو انتاج المصانع بارتفاعه خمسة في المائة في نيسان ابريل بعد انخفاضه ثلاثة ونصف في المائة في الشهر السابق اكبر وفد تجاري تركيا زور اسرائيل في سعي لتوسيع التعاون بين الجانبين صحيفة جرازالينبوست نقلت عن مصادرين اتراك قولهم ان تركيا بحاجة الى تحسين نظرة الاسرائيليين والاتراك بعضهم تجاه بعض واشارت الصحيفة الان الصادرات التركية الاسرائيل ارتفعت بنسبة 20% في الربع الاول من العام الجاري اما الصادرات الاسرائيلية الى تركيا فارتفعت بنسبة 45% واملا رئيس هيئة المصادرين الاتراك ارتفاع حجم التجارة بين الجانبين من 3 مليارات لـ 900 مليون دولار الى 10 مليارات قال السفير الصيني في لبنان وانج جانج إن بلاده مفتحة على التعاون مع بيروت على مختلف المستويات الاقتصادية لتعزيز العلاقات بما يكفل فائدة الطرفين وخلال ندوة إعلامية لفت وانج لأن مبادرة طريق الحرير وحزامه تسعى إلى تحقيق مصالح كل الدول المشاركة فيها على مبدأ المنفعة المتبادلة هناك آفاق كبيرة لتعاون بين الصين واللبنان في إطار هذه المبادرة أعتقد أن هذه المبادرة هي في مقام الأول مبادرة اقتصادية وهي توفر منصة لتعاون دولي لنمو والتنمية في العالم هذا وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بمبادرة طريق واحد حزام واحد من العاصمة الصينية حيث شاركت في مؤتمر إطلاق المبادرة لاغارد قالت أن أحد أبرز أهداف الطريق والحزام القضاء على الفقر من خلال تنمية الدول المعنية وخلق فرص عمل مؤكدة أن صندوق النقد مستعد للتعاون والدعم قبل كل شيء أعتقد أن مبادرة طريق واحد حزام واحد هي مبادرة إيجابية جدا لناحية تحقيق النمو كنا دائما نشجع مشاريع الاستثمار في البنية التحتية في مختلف أنحاء العالم لتحقيق نمو في المدى القصير والتأسيس لتنمية مستدامة هذا ما سيحققه الطريق والحزام بطريقة مميزة تعتمد على التنسيق والتكامل ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يلعب دورا داعما تشهد اليونان إضرابا عاما ضد إجراءات تخشف جديدة يجري بحثها في البرلمان ويطالب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي باقتطاعات جديدة كشرط للإفراج عن شريحة جديدة من قرد دولي تحتاج إليه أثنى لدفع مستحقاتها عن شهر تموز يوليو شوارع العاصمة اليونانية غصت بألاف المحتجين بالتزامن مع الأضراب الذي دعت إليه نقابات القطاعين العام والخاص وطول وسائل النقل المشترك في أثنى المترو والحافلات والترامواي كما ألغيت عدة رحلات بسبب توقف عمل المراقبين الجويين ربع مليون يورو ستوجه لدعم اللاجئين بعدما جمعها مزاد علني لباية أقفال العشاق التي علقت سابقا على جسر الفنون في العاصمة الفرنسية باريس وبلغ وزن الأقفال التي بيعت في المزاد العلني نحو نصف طن معظمها أزيل عام 2015 من جانب السلطات المحلية بسبب ثقلها وتهديدها للجسر الذي يعبر فوق نهر السن ويعد جسر الفنون الذي اعتاد السياح والعشاق تعليق الأقفال عليه أحد معالم باريس السياحية الرئيسية هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة